السلام عليكم بنات كدير يلا بس عليكم كدير الماسحة كنس من أنكم كلكم سكنوا باخر والأخير نهار جديد فيديو جديد بإذن الله إن شاء الله اليوم غدي نشارك معكم روتيني المسائي غدي نضير بعض تحضيرات المسبقة ديال هاد الأسبوع هذا موم غير شي شوية موم غدي نكمل معكم إن شاء الله في الفيديوهات العديمة وكذلك غدي نشارك معكم شي حوجات اللي خديتهم وطلط فراسي بيوم شي حاجة اللي زوينة بالساف وواحد المسممنا خطيرة لبنات اللي ممكن تحضروها في الأشياء كديروها بالخضراء أرتوها خطيرة في الفران موم غدي نحرك لكم مراحل فورجة ممتعة موم البنات أنا رشعت معكم بش نمر لكم واحدة سيوفة اللي حمعوني وعرين 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 وتوب ديالهم خطيرة البنات موم أنا غدي نشارك معكم كل ما نشارك معكم اللي وينات اللي أخذت أول لون هو هذا البنات هذا رهزيف تيكون مربع ومثومك تطويه على جوج ممكن تطيروا لي بحال هكا يكون هكا فيما الفريفرات أنا وخاك كرام أرتوش مزيان تكون فيه فريفرات هانتوما ممكن تطيروا لي بحال هكا كيف تطرت في اللول هانتوما شوفوش السيل دياله كدير خطيرة البنات وما ضيرش موم بعد أزبعين هذا أنا اختاريت هاد هاد الول هانتوما شو كيف الشيجي وغادي نوريكم الشكل الثاني ولكن قبل نقول لكم الابنات منين حديتو خديتو من عند واحد الأخت اللي غادي نخلي لكم إن شاء الله رعمل هاتف ديالها وكدلي قادي نخلي لكم انستجرام ديالها في صندوق الوسط واصلوا معها قلوا ليها من طرف طب خليلة اتمينا جد مناسبة الألوال اللي بغيتو متوفرين عندها عرفتو رعا عندها شي الوينات اللي خطيرين موم شوفوا الباش ديالها في الانستجرام وغادي تشوفوا الوينات اللي بغيتو غادي تسكريني وليها عذوك تصور ديال الزيوف اللي بغيتو هي غادي تصفتهم لكم فيما كنتو عرفتو فنين فنين ومبردين خطيرين أنا بعد حمعوني شوفوه ورخياتة ووارة هذوك الشي مفيني مزيان متقون هذا هو اللون الثاني اللي خطيت وانتو ما بغيتوه لون واحد تتأخذوه بغيتو عندها شي خاطير البنات صراحة هنتو ما شوف كيف اشتيد تيجي يجي مربع وكتطويو هنا ما تيكونش الفرع فرشو وكتديرو لي بحال هاكا الحساب انتو ما الطول اللي بغيتو يكون فيه بغيتو يكون كبيرا هكا تصخرو وكتديرو المهم انا غادي تنسالي البنات وغادي نديرو وغادي تشوفوه كيف هالجهات مهم هذا هو اللون الثاني شوف كيف الشي يجي نزوع اللي فيه وضروري البنات انا الكحل انا من الكحل ضروري ان اخد اي حاجة ضروري يسكن عندي في الكحل والكحل ديالو خاطير من قاوتش لكم غادي نديرو وغادي تشوفوه وما راوخي بليكم راكد تشوفوه ما يبقى شي بيين هان شو ماشو وعر وعر انا غادي نديرهم وغادي نوريهم لكم وما في مساوش البنات جميع المعلومات على السيدة اللي خليس من عندها غادي تلقوهم في الصندوق الوصف شوفوا 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 أرثوا اللون خطير هذا تغير البنات هذا الشال شو هما ايضا في هذا الفريفرس هنا ايو موم هذا الشال كيف الشي يجي كبير نشر وفي هذا اللي غادي يكونوا هكا في الجم سوف نجربهم ونوريهم لكم كيف يجب. كيف تشوفوا البنات هنا ووريتكم الاشكال اللي اخذت. بالنسبة لجميع المعلومات غد نخليهم لكم في اول تعليق او في صندوق الوصف. تواصلوا مع السيدة اللي اخذت من عندها. زي ما ارى الله يمرها دار. واتمي نجد من الناسبة وكتوصل لكم في مكنتو حتى الباب الدار. سوف ندخلوا الكوزينة نكملوا الشغالات دينا. هنا درت واحد البغرير اللي كي يجي خطير البنات وناجح مليون في المئة. سنخلي لكم الرابط دياله في صندوق الوصف رفيت ليم شاركها معكم. ما بغيتش نعود نشاركه معكم. مره سيبت كمية كتيرة. سنقول لكم الطريقة الاحتفاظ به هو انكم تديروه في واحد البلاستيكا وكتديروه في المجمد. فتش تحتاجوك تدخلو الفران من الافضل. تدخلو الفران تسخنوه حسن ما تسخنوه في المحلة. دابا هنا غادي ندوز معكم الحشواء ديال المستمنة اللي غادي ندير فلاشا. خديت الخضر اي خضر ان بغيتوه انتو ما متوفر عندكم. انا خديت الخيز ومحكوك كرع محكوكة في الفل مقطع طريفة صغر. بس لمقطع طريفة صغر وكفتة ديال البقري ممكن ديروه حتى الكفتة ديال الدجاج. بنسبة التوابيل درت شوية البزار شوية الكامون شوية عصبريا بسم تحون. غادي نضيف كذلك شوية ديال الخرق حون بلدي. موما هاد المكونات اللي اعطيتكم ديال مسمنة كبيرة. كذلك غادي نزيد واحد معي الاصغيرة تكون عامرة ديال الملحة. وعندي هنا البزار. تقريبا نزيد نصف معي الاصغيرة من الحاجة. هنا غادي تديرو اي اي ما بودرة تومة او لكيف درت انا ضامة ديال التومة. اه تماما انا كتجيني بحالة ضامة تومة بحال بودرة تومة نفس ما ضع فيهم. المهم غادي نزيد واحد ضوامة ديال ديال التومة. اه بالنسبة لي انا المسمن دارو ريتكم في شوية ديال السودانية. كيأطي واحد الماضاء اللي زبان ممكن تديرو الهريسة او لا اي نوع ديال الحار متوفر عندكم. هنا اضفت شوية ديال السكنجوير غي شوية ما كنكترش. وغادي نضيف المكوه اللي كيخلي مسمنة ديال نجي خطيرة في الماضاء والزاتر اللي بنتزار اجربوها بالزاتر. فإلا درتوا اصبرو مادنوس ما تديروش الزاتر. درتوا الزاتر ما تديروش اصبرو مادنوس. وكذلك غادي نضيف شوية ديال تحميرة باش تتطينا اللون اللي مسم منها ديالنا. طاف هنا غادي نضيف كمية من الزيت. وغادي نضيفها فوق البوطة وغادي نشحر فيها. حتى نحس بالخضراء طابت الكفتة هي طابت. وغادي نطفئ لها ونخليها تبرد تماما. من النسبة للحوشوة اللي بنتزار بها هي اللولة باشي اللي نخلال بتبرد. ضروري تكون باردة باش ما تقطع لنا العجينة. مباشرة استعجنت العجينة درت فيها سمية جرام ديال الفورس. مع مية جرام ديال الفينو. مع شوية ديال الملحة. صافي هاتش اللي كندير بها. ولي كندير فيها وكن اجنها بالماء. أنا كن اجنها بالماء غير مرابيني يعني عادي. كنخليها اعطحة شوية ماشي بزيف. صافي وكننخليها ترتاح كنشكلها كورات. ضروري تدهنوا ايديكم بالزيت وكنخليها ترتاح. دابة هنا من بعد ما ارتحت العجينة ديالي. اعصمتها لثلاثة. غادي نصرحها دائما كنصرحها غير بالزيت فقط. غادي نصرح العجينة ديالي حتى كتكون رأي عم زيان. هنا كنناخد الحشوة ديالي كنعصمها لجوج. العجينة نقصمتها لثلاثة. الحشوة كنعصمها لجوج. غادي ندير نصف الكيمية اللولة. غادي نحاول ندهنها في الجينة كاملة. نصرحها كاملة. وغادي نطويها كيف غادي نديركم معي في الفيديو. ودائما ما بين كلها بحلاكة كلها جينة كندير شوية ديالزيز كندهنة. باش تجينا مقرمشة كلها. مهم هنا غادي تبليكم ان الحشوة بقاطلة شوية في الجناب. غادي نخلي على جنب. غادي ناخد كرة اخرى نصرحها بنفس الطريقة. وغادي ندير او تاني حشوة بنفس الطريقة. ودائما نرى شوية ديالزيز. غادي نحط على جنب. غادي ناخد العجينة الثالثة. غادي نصرحها. وكند هنا دائما بالزيت. ونحط من وسطها هاد المربع. وصافي وكنطويها على 4 مرة اخرى. كنغتاب السلوفة ونخليها حتى كترتاح. باش نجينا سهلة في التجرس. صافي هنا المسمنة ديالنا نرها رتاحت. كناخد شوية دسيت كندهنها بيهم زيان. وكن سرحها على اللطاك كاملة. صافي من بعد غادي ندخلها الفرررررر رسخنته من قبل. درجة الحرارة 180. غادي نشعلها فقط من الاتحت. هتا الكثبالي يتطابت وتقرمشات وتحمرات من الاتحت. دعائد ان شعالي لها الفوق باشي تحمر لها لوجهة دياله. وصافي لبننة هدي يلمسمنة ديالنا مبعد ما تشوفوا راهات حاولت أن نرأعها ما أمكن كل مرة أعطوها كل ما جاءتكم أرمشة ولديدة بالسعب إلا بقيت وتخليوها غليظة وكي اللي كي بغيها تكون شوية غليظة كي يزيدوا فيها شوية الخميرات الخبز ولا كي ما كتعجبنيش ما كتجيش مورقة بحل مسمن كتجي بحل شي خبزة مهم الله ما ما تدروش فيها الخميرة نهائيا كتجيكم مورقة أرمشة ولديدة مع واحد كويس دي الأتي الله يجعل البراكة المهم أنا أعطأتها لكم باش شوفوا كيفاش كتجي مورقة سفى البناس هنا كنت قال سمع لها مبيا ما عندي ما يدار قلت ندير مسمنات نخليهم ديال السيمانة مهم أجنت قريبا جوش كيلو ديال فروس كيلو ديال فينو مع معارقة كبيرة ديال الملحة معارقة صغيرة ديال السكر سانيدة ودرت تقريبا واحد ريسة ديال الخميرة هكا باش كي يجيونا أرطبين ما كيجوش آس حين سافى قدرت جنتهم بالمعادي وشكلتهم كورات خليتهم كيرتاحوا من بعدها نسرحهم بالزيت وقد ندير عليهم من الوسط شوية السبدة والفينو وقد نورقهم هاما كيف جوجة وخطيرين كنحتفظ بهم في المجمد كندير كل السمع بعضياتهم تقريبا خرجت لي شي ثلاثين وحدة ثلاثين مسمنة كندير كل السلسات المسمنات في بلاستيكا وفاش كنحتاجهم مرة كنجبدهم يعمل الفطوري اعمل قوتي ايو اصف في بايترين نشارك معكم هاد الاشي هادي كيف داست عندي هاد ينست معكم الفيديو وانشاء الله وانطلعوا انشاء الله غدا في فيديو جديد بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة